عمر قم يا عمر أمي لم أسمع جرس المنبه وسحوت متأخرة كم الساعة الآن؟ السادسة وخمسون دقيقة يا الله لم يبقى على موعد سيارة المدرسة سوى عشر دقائق سنلحق بها إن شاء الله أين الزي المدرسي؟ الزي؟ ههو ههو زي المدرسة تحت السرير؟ لا وقت للعتاب يا أمي باقي من الزمن تسع دقائق وأين الحذاء؟ أعتقد أنه داخل الدولاب الحذاء في الدولاب؟ والملابس تحت السرير؟ دعيني ألحق بالسيارة الآن ثم حاسبيني لاحقاً إنها فردة واحدة أين الأخرى؟ لا أعرف سأبحث عنها ولكن ناولين الجورب أين وضعته؟ في درج المكتب الجورب في درج المكتب؟ أكاد أجن؟ ودعاً يا أمي أنت لم تدخل الحمام؟ وفيما ينفعني الحمام لو فاتتني السيارة أنا قادم يا عم إبراهيم لماذا تأخرت؟ استيقظت أمي متأخرة ألا تصح من نفسك مثلي؟ اخفض صوتك حتى لا تسمعك أمي انتظر يا عمر حقيبتك المدرسية لا حول ولا قوة إلا بالله شكراً يا أمي هل وضعتي فيها كتاب العلوم؟ ألم تضعه أنت؟ انتظر حتى أحضره انتظر يا عم إبراهيم لا عمامي تلاميذ غيرك ينتظرونني أمام منازلهم سيعاقبني مدرس العلوم حسن حتى لا تتأخر بعد اليوم ما هذا؟ أتلبس حذائين مختلفين؟ المشكلة أنك ليهما شمال ماذا يضحك في ذلك؟ أراك ترتدي فردة جورب واحدة لم أجد غيرها أشم رائحة كريهة أنا أيضاً أشمها يبدو أننا مررنا بمنطقة غير نظيفة الرائحة ظهرت عندما وضعت أنت ساقاً على ساق لا إنها مجرد صدفة قل لي ماذا استحمامي؟ ها؟ في بداية الأسبوع هذا الأسبوع؟ لا بل الأسبوع السابق تبقى بالاختسال أسبوعين كاللعين وهذا الجورب منذ متى ترتدي؟ منذ أسبوع تقريباً احمد لله أنك لم تجد الفردة الأخرى ياه ياه اللوفة يا عمر لن تخرج من هنا قبل أن تأخذ حماماً كاملاً حاضر يا أمي سأقف هنا حتى أسمع صوت الدش ها هو صوت الدش أيعجبك؟ اغتسل جيدا واستخدم اللوفة حاضر أرجوك لا تقتلنا لا تقتلنا لا تقتلنا عمر سنغرق ما هذه الأصوات؟ نحن المايكروبات التي ظلت بين أصابع قدميك أكثر من أسبوعين هانت عليك العشرة فتقتلنا في غسلة واحدة؟ المايكروبات سنغرق في ماء الدش وسننزلق إلى بلاعة المانيو أدركونا أغيثونا ياه كنت كارها للاختسال ولكني بحالة أفضل الآن كيف تكره النظافة وهي من الإيمان؟ الإمام البخاري؟ نحن نغتسل قبل صلاة الجمعة ونتوضأ قبل كل صلاة ونتطهر قبل قراءة الكرآن يا عمر لا عبادة بلا طهارة ونظافة حقا؟ والنظام أيضا من الإيمان عليك أن تعيد ترتيب هذه الحجرة البائسة إنها الخطة القادمة نظفت نفسي ثم أنظف حجرتي أفلحت إن صدقت قل لي إذن هل ظللت في بخارة بعد أن تزوجت بابنة شيخك؟ ظللت فترة أستكمل تأليف كتابي ثم جاءتني دعوة لزيارة مصر مصر؟ بلدنا؟ نعم ولكنها كانت تختلف كثيرا عن هذه الأيام من الذي دعاك إلى زيارة مصر؟ الإمام سعيد ابن أبي مريم وهو من كبار العلماء المهتمين بفقه الحديث النبوي ومتى ستسافر؟ بعد ثلاثة أيام إن شاء الله سأتي معك ولكن يا فاطمة عهدتك قبل زواجنا أن لا أتركك وحدك أبدا ستكون الرحلة شاقة سأزور مدينة القدس قبل أن أصل مصر القدس كم أشتاق إلى زيارتها وأنا أيضا منذ زمن طويل وأنا أحلم بالصلاة في المسجد الأقصى ها هو المسجد الأقصى؟ لا يا فاطمة هذا هو مسجد قبة الصخرة قبة الصخرة؟ نعم القبة العظيمة التي أشرف على بنائها العالم الفقيه رجاء بن حيوة في عهد الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك وهل كان مهندسا؟ نعم كان عالما ومهندسا في الوقت نفسه ما أجمله من مسجد ولكن أين المسجد الأقصى؟ ها هو مشاعر غريبة تسيطر عليه في هذا المكان المقدس يا محمد وأنا أيضا إنه بيت المقدس يا فاطمة المكان الذي مر عليه معظم أنبياء الله ولهذا له قدر كبير في قلوب كل المسلمين وهو رمز عزتهم ومجدهم في عهد عمر بن الخطاب تم فتح الشام والعراق ومصر ولم يتحرك عمر بنفسه إلا عندما فتح المسلمون مدينة القدس وجاء عمر إلى هنا ليتسلم مفتاح المدينة سمعت أن المسلمين دخلوا المدينة بصلح مع المسيحيين سكانها الأصليين نعم والمسيحيون اشترطوا عليهم ألا يسكن معهم يهودي واحد في المدينة وقبل المسلمون هذا الشرط؟ بالطبع ومن يومها لم يدخل اليهود إلى القدس أبدا ها نحن حققنا حلمنا وصلينا في المسجد الأقصى الحمد لله رب العالمين سمعت أن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة فيما سواه ما عدى المسجد الحرم والمسجد النبوي نعم فهو أول القبلتين وثالث الحرمين ومصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج ولماذا عرج به جبريل عليه السلام إلى السماوات السبع من المسجد الأقصى بالذات؟ حتى تكون رسالة إلى كل المسلمين في كل زمان ومكان القدس مدينتكم فحافظوا عليها كما أن القدس هي المدينة التي بارك الله فيها وبارك كل الأماكن حولها ماذا بك يا فاطمة؟ أشعر بدوار شديد يا محمد تفضلي يا زوجات العزيزة هذا طعام يكفيك أنت ومن في بطنك؟ لم أكن أعرف أن يحامل ولو عرفت أكنت تسافرين معي أيضا؟ طبعا قلت لك لن أتركك وحدك بارك الله فيك يا حبيبتي وابننا قد زار القدس والمسجد الأقصى وهو في بطن أمه ولماذا تقول ابننا؟ هل تريد ولدا؟ ولد أو بنت؟ إنه رزق الله وفضله علينا ماذا نسميها لو كانت بنتا؟ نسميها فاطمة على اسمي؟ واسمي فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان ولدا؟ أحمد على اسمي أخيك واسمي الرسول صلى الله عليه وسلم